العيد جاء بآمال نجددها إن الحياة لآمال وتجديد لو لا التعلق بالآمال لنعبدها لم يكرم العيد بل لم يعرف العيد أهلا بعيد الرفيق الحب باركه وباركته الأحاسيس المواليد سألت ربي إيحاءً ألود به فإن عمري تفكير وتسهيد عيد أضاء به الإسلام أمثلة عيد أضاء به الإسلام أمثلة من الجلال وفيه النور تغريد من يعشق السلم حر شامخ بطل وعاشق الحرب رغم الزهو رعديد فاسكب علينا جمالا أنت مبدعه يا عيد وامسح دموع الحزن يا عيد وإنني بإسمك الميمون في فرحي أشد وأدعو كأن الشدوى تسديد أدعو بلادًا أطال الجهل نومتها حتى تثيق فإن النوم تهديد وإنما أمم الإسلام مبدأها علم وسعي وإصلاح وتخليد ما هو فضل العشر الأوائل من ذي الحجة كما ورد في الأحاديث وفي كتاب الله سبحانه وتعالى وفضل الصيام يوم عرف أيضا تخضل بالسؤال الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذه الأيام المباركة ونتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا خير هذه الأيام وأن يتقبل من الحجاج حجهم إنه ولي ذلك مولاه هذه الأيام أخي الكريم والإخوة المشاهدون هذه أيام خير وبركة الأيام العشر أيام أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه والعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بالشيء العظيم فتجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام في مطلع سورة الفجر وقال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر الليالي العشر على رأي جمهور المفسرين أنها هي أيام عشر ذي الحجة العشر الأوائل من ذي الحجة هذه الأيام ورد في فضلها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والكثيرة والتي جاء في الصحيح منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هذه الأيام هي الأيام الأولى من شهر ذي الحجة أيام فضيلة قالوا فضائلها أنه قد اجتمع فيها كل الأعمال فيجتمع فيها الصلاة المفروضة والنوافل يجتمع فيها الصدقات يجتمع فيها الصيام ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام تسع ذي الحجة يعني دائما إخواننا يقولون صيام العشر ليست صيام العشر لأن اليوم العشر هو يوم عيد النحر ولا يجوز صيام يوم العيد بل يحرم علينا أن نصوم يوم العيد هي تسمى العشر الأوائل من ذي الحجة العشر الأوائل وصيام التسع يعني صيام تسع أيام من شهر ذي الحجة هذه التسع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامها وسن لنا صيام هذه الأيام المبارك يجتمع فيها أداء المناسك من حج وعمره وهذا لا يكون إلا في هذه الأيام المبارك فيجتمع فيها الخير كله هي أيام وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أيام ذكر وتحميد وتهليل وتزبيح لله رب العالمين بل كان الصحابة يخرجون في الأسواق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما يعني كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يخرجون فيكبرون وفيها التكبير المطلق والتكبير المقيت التكبير المطلق أنك تكبر في كل حالاتك تهلل التهليل لا إله إلا الله التكبير سبحان الله التكبير الله أكبر فيكبر المسلم على كل حالاته في يعني الليل والنهار في السر وفي العلن في فرادة وجماعات يكبر إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون التكبير المقيت فيها وهو ما يكون من فجر يوم عرفة إلى انتهاء أيام التشريق السلاسة وهي التكبير خلف كل صلاة أو دبر كل صلاة نكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحم هكذا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام ويجوز يعني أن يكبر الإنسان بأي سيغة كانت ويهلل بأي سيغة كانت فأيام العشر هي أيام فضيلة ويعني فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر أما يوم عرفة فهو اليوم التاسع وهذا يعني له فضل كبير ليس في صيامه بحسب فالصيام يوم عرفة هذه من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يوم عرفة في حد ذاته وخير يوم خير الأيام خير الأيام وهذا لا يناقد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة خير يوم طلعت في الشمس يوم الجمعة لكن قيل أن الجمعة بينهما جائز أن يوم الجمعة هو خير أيام الإسبوع أما يوم عرفة فهو خير الأيام على الإطلاق هنا الخيرية مطلقة نعم هي خيرية نهار عرفة ويوم عرفة وقالوا أن الله سبحانه وتعالى شرف الليالي بليلة القدر وشرف الأيام بيوم عرفة وشرف الأمكنة كما ذكرنا ذلك في لقاء سابق فالبيت الحرام ومكة المكرمة والمدينة المنورة صلى الله وسلم وبرك على ساكنها كذلك شرف الأزمنة بما يكون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها فهذه أيام خير ينبغي للمسلم أن يتعرض لنفحات ورحمات الله سبحانه وتعالى يوم عرفة يوم التاسع كما ذكرنا فيه من الفضل أنه يوم أقسم الله سبحانه وتعالى به يعني الله حين أقسم بالعشر وقال وليالي عشر جاء بعدها الخطاب مباشرة والشفع والوتر الشفع قالوا الشفع هو يوم العيد يوم النحر والوتر أو الوتر هو يوم عرفة أقسم الله سبحانه وتعالى به كما في صورة البروج قال السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قالوا اليوم الموعود وهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود هو يوم القيامة اليوم المشهود هو يوم عرفة اليوم الشاهد هو يوم الجمعة فالله سبحانه وتعالى حين يقسم بهذا اليوم فهذا اليوم له أهمية من فضائله كذلك أنه يوم أكمل الله سبحانه وتعالى فيه الدين وأتم فيه النعمة وقد نزل في هذا اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خطبته وفي يوم عرفة نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهو يوم اكتمال الدين ويوم تمام النعمة على هذه الأمة كذلك يوم عرفة من فضائله أن الله سبحانه وتعالى جعل خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة فالمسلم ينبغي أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم ويلهج إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والتسبيح والاستغفار فقال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما كلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كذلك ختاما يوم عرفة يعني يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل الموقف بالواقفين على عرفات يباهي بهم أهل السماوات فيقول للملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي يخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم فيباهي الله سبحانه وتعالى بأهل عرفات الموقف أهل السماوات بأهل عرفات يباهي بهم أهل الموقف ثم لغير الواقف بعرفة يكره في حقه الصيام وقد سنى النبي صلى الله عليه وسلم لغير الواقف بعرفة أن يصوم يوم عرفة وفيه الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي قتاة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر الذنوب سنتين سنة ماضية وسنة باقية فيعني هذا اليوم الذي يعني يصومه المسلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ويلهج إلى الله بالدعاء كان له هذا الثواب هذا الأجر أن يكفر الله سبحانه وتعالى له الذنوب سنتين بسبب صيامه يوم عرفة ثم يبقى يوم العاشر من المحرم وهو يوم العاشر من هذه الأيام الفضيلة من ذي الحجة يوم العاشر هو يوم النحر وهذا هو اليوم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم خير الأيام يوم النحر أو خير الأيام عند الله يوم النحر ويوم عرفة ويوم النحر عيدنا نحن أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى